بالتأكيد هذا المؤتمر الفعال ورئيسي وربما استعادت دور العراق في الريادي في هذه البرلمان يعني باعتبار أن هذا البرلمان أو الاتحاد البرلمان لم ينعقد في العراق منذ ثلاثة عقود والآن استعادت هذا الدور المحوري للعراق والمرتكز الرئيسي لهذه تجمع العراق هذا بالتأكيد سوف ينحكس إيجاباً على استقرار المنطقة وعلى أمن المنطقة وخاصة هو تم مناقشة كثير من القضايا تتعلق بالأمن الغذائي وتتعلق بالأمن بصورة عامة في الأمن الأقليمي وتتعلق بمحور القضية الرئيسية هي القضية الفلسطينية وأيضاً الاعتداءات المتكررة على سوريا وبالتالي حتى عادت لأول مرة يعيد فيه البرلمان السوري الذي شارك أيضاً في هذه الدورة وبالتالي العراق يجمع كل العرب وبالتالي مع اختلافات وجهات النظر هو الآن المرتكز الرئيسي لتذويب هذه الخلافات ومن ثم العودة إلى العمل العربي المشترك الذي هو يخدم المنطقة بصورة عامة خاصة المنطقة تمر بمتغيرات دولية بتاثيرات الحرب الأوكرانية وغيرها وبالتالي العراق هذا المؤتمر هو فعال ورئيسه ربما سوف تكون هناك القرارات مهمة لاستعادة هذا الدور الذي لعبه العراق في المنطقة والاستقرار المنطقة طيب سيد رياض ننتقل إلى الشأن السياسي هل يطمح الكاظمي للعودة إلى السلطة عبر قيادة الوساطة الإقليمية يعني اليوم لماذا تكلف إيران رئيس وزراء سابق دون الاستعانة بسيد السوداني بالرئيس الجديد مثلاً يعني أنا أعتقد ليس له دور في المرحلة المقبلة الكاظمي باعتبار أن من طلب الزيارة هو شخصياً وليس في إيران ربما هناك ملفات أنتم تعرفون حضرتكم هناك صفقات كبيرة فيها الفساد ربما بدأت خيوط الكشف هذه أو التحققات بدأت تشير حتى إلى الكاظمي شخصياً وربما هو يريد أن يستبق الحدث بذهابه إلى إيران للتوسط أو لمنح هذه الملفات أن تفتح عليه مباشرة بهذا الشيء ولا أعتقد أنه له دور يعني يؤهلها أن يلعب الدور الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الآن الذي يلعب هذا الدور هي الحكومة العراقية المتبثلة بالسوداني الذي أصبح له دور رئيسي وفعال في المنطقة وحتى على الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً بموضوع الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتريد هذه الحكومة أن تلعب هذا الدور الإقليمي مع إيران ومعنا ترجمة نانسي قنقر